هو إيه حكاية حوض هيرودوت اللي في البحر المتوسط وإيه علاقته بثروات الغاز المصرية وليه دول كتير بتتنافس عليه إزاي الكنز ده ممكن يغير مستقبل الطاقة في مصر خليكم معنا للآخر وهتعرفوا التفاصيل القصة وما فيها إن فيه أربع دول دلوقتي بتتنافس على مساحة كبيرة من البحر المتوسط اسمها حوض هيرودوت ودي منطقة شاسعة جداً غنية جداً بالغاز الطبيعي حسب توقعات وعلشان تعرف قد إيه حجم مساحة المنطقة كبير فحوض هيرودوت بيمتد على مساحة 113 ألف كيلو متر مربع أسفل المياه الاقتصادية الخالصة لكل من مصر، ليبيا، كبروس واليونان طبعاً كل الدول دي نوية تنقب عن البترول والغاز في الجزء الواقع بمياه الاقتصادية ومصر من أكتر الدول اللي قررت تنقب علشان أزمة الوقود الأخيرة وعشان كمان تحمي ثرواتها طب في الأول خلونا نعرف احتياطات حوض هيرودوت كام من الغاز الطبيعي؟ احتياطات حوض هيرودوت من كميات الغاز غير المكتشفة قدرتها شركات المتخصصة بحوالي 122 تريليون أدم مكعبة وده لأن هيرودوت يعتبر أكبر الأحواض في منطقة البحر المتوسط وأهمها من الناحية الجيولوجية وحسب دليل حقول النفط والغاز اللي نشرته منصة الطاقة المتخصصة منطقة هيرودوت بتقع في قلب منطقة غنية بالمواد البترولية وعلى حدود المنطقة حوض ليفانت الغني بالنفط والغاز ومن الجنوب الشرقي حوض دلتا نيل واللي بدأت تظهر فيه اكتشافات مبشرة وحسب المناصة الأمريكية مصر هتكون أول دولة تبدأ خطوة التنقيب في هذا الحوض من بين دول ليبيا وقبرص واليونان وعشان نعرف قد ايه في حالة تشابك وصراع على ثروات منطقة هيرودوت كفايا نقول لك ان منطقة شرق المتوسط بتضم حوض ليفانت اللي بيمتد على مساحة 83 ألف كيلو متر مربع وبيبدأ من شمال مصر على طول الساحل الشرقي للبحر المتوسط مرورا بسواحل فلسطين ولبنان وسوريا وقبرص لحد ما بيوصل لتركيا كمان المنطقة بتضم حوض دلتان نيل واللي بيمتد القسم الأكبر منه أسفل المياه المصرية على مساحة شاسعة حوالي 250 ألف كيلو متر مربع عايز تعرف سبب صراع بين الدول دي هنقول لك علشان هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية توقعت انه متوسط حجم مصادر النفط والغاز غير المكتشفة والقابلة للاستخراك تقنيا في حوض ليفانت بتوصل لـ 1.7 مليار برميل من النفط و122 تريليون أدم مكعب من الغاز بالإضافة لـ 3 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي وفي حوض دلتان نيل بلغ متوسط تقديرات الهيئة الأمريكية حوالي 1.76 مليار برميل من النفط و23.2 تريليون أدم مكعب من الغاز يعني ضعف الاحتياطات المتوقعة في حوض ليفانت بالإضافة لـ 5.974 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي حضرتك متخيل أرقام قد إيه في المنطقة اللي في حدود مصر ممكن تعمل إيه في ملف الطاقة بشرق الأوسط والعالم كله وطبعا زي ما احنا عارفين مصر بتجري في ملف التنقيب عن البترول والغاز وشوفنا حجم المزايدات اللي طرحتها للتنقيب ومنها مزايدة التنقيب عن النفط والغاز في مربع واحد اللي بيقع في حوض هيرو دوت الغني بالاحتياطات البترولية ومن بين مساعي التطوير المستمرة وقع تحالف دولي بقادة شركة Total Energy الفرنسية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية E-GAS في يناير 2021 اتفاقية استكشاف وإنتاج لمنطقة شمال روس كنايس البحرية الوقع في حوض هيرو دوت قبالة سواحل مصر في البحر المتوسط وفي مارس 2021 اعلنت شركة شال البريطانية توقيع اتفاقيتين جديدتين للتنقيب عن النفط والغاز مع وزارة البترول والثروة المعدنية في المياه العميقة بحوض هيرو دوت قبالة السحل الغربي لمصر على البحر المتوسط في النهاية بنتمنى كل الخير للاقتصاد المصري في الأيام والسنين اللي جاية أنا أشرفت أشرف وإلى اللقاء بانكير نض البنوك